هيا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير طول عمري مؤمنا اننا كستات اصلا مميزين واننا مفيش حاجة صعبة علينا ولا في حد اشتر مننا علشان كده من اول ما بدأت معكم في القناة قررت اننا مش هنعمل اكل عادي ولا حتى هنعمل اي وصفة والسلامة احنا تحديدا هنعمل مع بعض اكلات المطاعم بكل اسرارها وتركتها وكل مرة هنروح مع بعض مكان جديد نعرف اسرار اكلة من اكلاته وزي ما تعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها مطعمنا النهاردة هو مطعم من اكبر مطعم الاكل السوري اللي فتحت مؤخرا في مصر وهو الاغا وعلى الرغم من انه ما فتحش من فترة كبيرة الا انه في فترة قصيرة جدا قدر يزبط نفسه ويبقى بالضرب زي ما انتو شايفين كده وكمان يفتح تلات فروع في اماكن مهمة جدا في مصر زي الدقي ومصر الجديدة والزمالك واكلتنا النهاردة هي فتت شاورم الفراخ السوري على طريقة الاغا هنعملها مع بعض خطوة بخطوة بالتفصيل زي ما تعودنا في اي اكلة بنعملها مع بعض وهتعرفوا حصريا تدبيل تشاورم الفراخ السوري من مطعم الاغا وطريقة الرز البسماتي اللي اللونه بيطلع اصفر ومفلفل كده زي ما انتو شايفين الوحدة بوحدتها وكمان العيش المقرمش بتاعهم اللي كلنا بنموت فيه وكمان هتعرفوا اسرار تمية الاغا الكريمي بالشكل ده واللي بتتعمل من غير مايونيز ولا كل الكلام اللي بنسمع عنه وهتفضل كريمي كده معاكم لايام من غير ما تمسك ولا تجمد الفراخ هتطلع معنا دايبة ومش مستحملة ضغطة وطعمها متبل وخطير وكالعادة هعرفكم ازاي الاكلة تطلع معنا بنفس الشكل مش بس بنفس الطعم ومن النهار ده هنعمل فتة شاورمال اغا في البيت بنفس الشكل والطعم من غير ما نروح ولا نيجي قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعالوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ويلا بينا نبدأ اول حاجة بقى هنجهز الفراخ بتاعتنا علشان هي مش بتتعمل في نفس اليوم احنا بنجهزها وبنبيتها في التدبيل الليلة كاملة ودي اهم حاجة واهم سر علشان شاورمة الفراخ بتاعتنا او اي شاورمة تطلع نكحة ومحتاجين نص كيلو من صدور الفراخ وكل ناحية من الصدر هنقسمها اتنين بالعرض بالشكل ده عاوزينها تكون بالسمك ده بالزبط اده كده هنمسك كل قطعة وهنحط عليها كيس وهنبدأ ندقها بشاكوش المطبخ بتاعنا وزا اقولكم ان الموضوع ده بيفرق جدا في قوام الفراخ وبيساعد ان المسام بتاعتها تكون دايبة كده وفكة وتتشرب حلو من التدبيلة وبعد كده بقى هننقع الفراخ بتاعتنا في مياه فيها خل وملح على ما نجهز التدبيلة بتاعتنا واول حاجة بقى هنجهز التوابل اللي هنحتاجها في التدبيلة بتاعتنا وهي معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكمون والزنجبيل والقرفة والبابريكا وكمان عاوزين حوالي خمسة كده من فصوص القرونفل ونص معلقة من جسط الطيب وعاوزين معلقة من الفلفل الابيض والبصل البودر ومعلقة من الكزبرة النشفة وتمان فصوص توم واربع معلقة كبيرة من الزبادي يعني بما يعاد العلبتين صغيرين زي دول وعاوزين ربع كباية من عصير اللمون وربع كباية من عصير البرتقان ونص كباية من الزيت وهنيجي بقى في المطحنة بتاعتنا وهننزل بالتوابل كلها والتوم ممكن طبعا تعملوها في الخلاط وتنزلوا بكل حاجة مرة واحدة بس انا بصراحة بكسل اطلع الخلاط وبستسهل استخدم الهند بلندر وكده تحنت التوم والتوابل كلها مع بعضها بعد كده هننزل عليهم بالزبادي وهنبدأ بقى نضربهم مع بعض حوالي ديئة كده علشان عوزينهم يدخلتوا مع بعض كويس قوي وبعد ما ضربناهم مع بعض كويس قوي هننزل بالتدبيلة بتاعتنا ديف بولا وهننزل عليها بكل المكونات السايلة وهي عصير البرتقان والزيت وعصير اللمون وبالمعلاقة هنخلطهم مع بعض كويس قوي بعد كده هننزل بالفراغ بتاعتنا في التدبيلة وهنقلبهم كويس حاوزين ندخل التدبيلة في كل حتة زي ما انتوا شايفين كده نغطيها بقى بستريتش وهندخلها في التلاجة ليلة كاملة وزي ما قلت لكم ده اهم السر من قصر الشاورمة علشان تطلع معنا نكحة انتوا ممكن تعملوها عادي بعد 3 او 4 ساعات بس عن تجربة طعمها يكون مختلف تماما عن لو باتت في التدبيلة ليلة كاملة وده كده شكل الفراغ بتاعتنا تاني يوم بعد ما باتت في التدبيلة ليلة كاملة بصوص زي اساسا لونها بقى ابيض من قبل ما نعمل فيها اي حاجة يجي بقى مع بعض النقطة التسوية وانا عاوزة اسويها على الشواية علشان تطلع معايا بنفس الشكل لكن مش شرط خالص ان انتوا تعملوها على الشواية لو انتوا مش متوفر عندكم ممكن تعملوها في جريل كده على البتاجاز من فوق وحتى لو مش متوفر عندكم جريل انتم ممكن من الاول خلص تقطعوها شريح صغيرة واتقلبوها في زيتها على النار وبرده طعمها هيطلع خطير بس انا عاوزة اعملها على الشواية علشان زي ما قلتلكم عاوزة اطلعها معاكم بنفس الشكل كده بقى حطتها تستوي وعلى ما تستوي هنجهز بقى مكونات الفتة بتاعتنا واول حاجة بقى عاوزين نجهز العيش وهنستخدم طبعا عيش ابيض او عيش شامي هي حاجة متوفرة عندكم في البيت بس طبعا مش هنستخدم عيش بلدي وعاوزين نقطع مربعات بالشكل ده ممكن بالسكينة او ممكن نستخدم المقاص لو متوفر عندنا وهنعمل بقى حاجة مستحية خالص وهي اننا هنقل العيش في الزيت بس دي الطريقة الاصلية للعيش في فتة الشوير معموما سواء السوري او المصري على عكس طبعا العيش اللي بنستخدمه في فتة اللحمة بتاعتنا كنت عملته معاكم قبل كده ويدوب بس قلبناه في الفرن مع مكعب زبدة وده طبعا علشان العيش في فتة اللحمة بنكون عاوزين ويشرب شربة او يشرب صلصة فمش بنكون عاوزين ويشرب زيت او مواد دهنية كتير هننزل بقى بالزيت بتاعنا في الطاصة وهنحط كمية كويسة كده وبعدين هننزل بالعيش بتاعنا وهو مش بياخد وقت كتير خالص يعني هو سواني بس كده وهتلاقوه حمر معاكم على طول مش هنطول عليه علشان عاوزين نطلعه وهو لونه دهبي كده هنكمل بقى الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة وكده العيش بتاعنا خلاص جاهز هنبدأ بقى نجهز الرز البسماتي بتاعنا واخيرا النهاردة هتعرفوا طريقة الرز البسماتي الاصلية بتاعة المطاعم السوري واول حاجة عاوزين نص كيلو من الرز البسماتي اللي لونه دهبي وهنخسله بمياه دافية بعد كده هنصفيه وهنجهز بقى التوابل بتاعتنا اللي فيها سر الطعم كله ومستحيل نستغنى عن اي حاجة من التوابل اللي هقول عليها حالا واول حاجة عاوزين اربع حبات من ورق اللورة معلقة من بودرة الزعفران وواحدة من اللومي او اللامون المجفف معلقة كبيرة من الكاري والكوركم وخمس حبات ريحان وخمس حبات من القرونفل الحب ومكعب مرأة خضار وعود ارفة صحيح كده ولو مش متوافر عندنا اعوات صحيحة ممكن نحط معلقة صغيرة من القرفة المطحونة عادي واول حاجة بقى هننزل في الحلة بتاعتنا بربع كباية من الزيت وهننزل ببصلة كبيرة متقطعة بالشكل ده وهنفضل نقلبها لحد ما البصلة بتاعتنا تدبل وبس كده البصلة وصلت بالزبط للسوى اللي احنا عاوزينه وهو ان لونها يبقى دهبي هننزل بقى مع بعض بكل التوابل اللي احنا محضرينها وهنقلبه مع بعض حوالي دقيقة كده هننزل بقى بالرز بتاعنا وهنقلبه لحد ما الرز كله يتغلف بالزيت والتوابل كويس قوي بعد كده هنسقيه طبعا وهنكون مجهزين مية مغلية وإحنا عاملين نص كيلو من الرز يعني 3 كبايات تقريبا والكل كباية من الرز بنحط قصادها كباية ونص من المية يعني هنحط حوالي 4 كبايات ونص من المية فنغطي بقى الرز بتاعنا وهنسيبه يتشرب ربع ساعة وده كده شكله قلت بص عليه بعد 10 دقايق خلاص بدأ يتشرب هنديله 5 دقايق كمان وبس كده هنطفي عليه وهيكون جاهز وده كده شكله بعد من ربع ساعة كلها عدد بصوز زي مفلفل وبيلمع وسواه مزبوط جدا الوحدة بوحدتها ده غير لونه الأصفر الخطير اللي شكله يفتح النفس من غير أي حاجة كده خلاص جهزنا كل حاجة فضلنا أهم حاجة طبعا وهي التومية فخلونا بقى نبدأ في المقادير بتاعتها وعاوزين كباية من اللبن وكباية من المية واربع معلق كبيرة من النشا ونص كباية من الزيت ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من عصير اللمون ومعلقة كبيرة من التوم المفروم وعاوزين أربع معلق كبار من الزبادي يعني بما يعد العلبتين صغيرين زي دول فهنجيب بقى الحلة بتاعتنا وهننزل فيها بالمية واللبن والنشا وهنبدأ نقلبهم مع بعض على البارد طبعا وهندوب النشا كويس قوي قبل ما نحطهم على النار علشان الخليط ما يكلكعش مننا بعد كده هنحط الخليط على النار وهنفضل نقلب لحد ما يدخن ويوصل للقوام ده قوام سميك ولونه أبيض مش هنستنى لحد ما لونه يبقى شفاف علشان ده هيفرق جدا في لون التومية بتاعتنا وهيخلي لون هيطلع أبيض ومزبوط بعد كده بقى هننزل بالخليط بتاعنا في بولا وهنفرده فيها كويس قوي لحد ما يبرد علشان مش هينفع نستخدمه هو سخر لازم نستخدمه هو بارد تماما علشان التومية ما تفصلش مننا وبعد بقى ما الخليط بتاعنا برت خالص هننزل عليه بقى المكونات كلها وهي نفس المكونات اللي قلنا عليها في الأول بس هنزود عليهم نص كوباية من اللبن وبس هنبدأ بقى ندربهم مع بعض كويس قوي ممكن بالهند بلندر أو بالخلاط طبعا وهنفضل ندرب فيهم لحد ما نوصل للقوام الكريمي الخطير اللي انتوا شايفينه ده خصوص زي نفس اللون وقوام طمية الأغب بالزبط اللي شفناه في الأول هنصبها بقى في أي طبق على جنب وعاوز أقول لكم إنها هتفضل كريمي كده معاكم لأيام مستحيل هتمسك ولا قوامها هيجمد دي بالزبط طريقة التومية الأصلية اللي بتتعمل في كل محلات الأكل السوري وعلى بقى ما جهزنا الحاجات كلها كانت الفراغ بتاعتنا خلاص استاوت وده بالزبط الشكل اللي أنا كنت عاوزة وصله أنا مش قادرة وصف لكم بجد الريحة عاملة ازاي نجيب بقى الفراغ بتاعتنا على القطعة كده وهنبدأ نقطعها بصوا عاوزين نقطعها رفيع جدا بالشكل ده على قد ما نقدر علشان تطلع معنا بنفس الشكل وده كده بالزبط السنك اللي إحنا عاوزينه علشان شكلها يطلع زي بتاعتهم شكلها خطير مستحيل حد يصدق إن الشويرمة دي معمولة في البيت وكده أخيرا جهزنا كل حاجة إحنا محتاجينها هنبدأ بقى نرص الفتة بتاعتنا وفي الفتة السوري في الآغة أول حاجة بيحطوا طبقة من التومية كده وهنفردها كويس قوي بالشكل ده بعد كده هنرص العيش الخطير بتاعنا وهنوزعه كده وهننزل بقى بالرز بتاعنا وعاوزين نفرده كويس كده هنحط بقى بعد كده الشويرمة بتاعتنا كلها في النص شكلها عظيم ويجوعة ترفوا إن انتوا جاتوا هنحط بقى التومية الخطيرة بتاعتنا وهنزوق بيها بالشكل ده وهنيجي بقى أخيرا لأكتر جزء أنا بحبه علشان أنا فعلا جات وهي إن أنا دوق دون أي مبلغة أنا مش عارفة فرقها عن فتة شويرمة الآغة وأي حد هيكل منها مستحيل هيفرقهم عن بعض الرز طعمه لونه سواء مظبوط جدا الوحدة بوحدتها وشكله بيلمع وخطير والعيش أي نعم هو مش هلثي قوي بس حقيقة أنا بحب العيش المالي جدا كلنا طبعا بنحبه مش أنا بس وعاوز أقولكم إنه هو عامل حتة ميكس مع التومية خطير والشويرمة نفسها دايبة وطعمها متابل كويس قوي وصول زي الأنسجة بتاعتها بتتفتفت حرفيا مش مستحملة ضغطة كلونا بقى نزاودتو مية أكتر عايزة وريكم إزاي قوامها لسه كريمي ومظبوط وممسكش لازم تجربوا لطريقة دي أنتو مش بس هتعملوا فتة شويرمة سوري طعمها حلوة ونكحة وخلاص أنتو هتعملوا فتة شويرمة الآغة في البيت بالملي بكل أسرار الطعم والشكل وأي حد هيكل منها مستحيل هيصدق إنكم مش شارينها جاهزة أتمنى أكون عرفتكم كل اللي أنتو محتاجين تعرفوه ولو لسه عندكم أسئلة ممكن تسألوني في الكومنتات وهرد عليكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع أصحابكم وهستنى رأيكم في الكومنتات